السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم وعملين إيه أحلى أخوات في الدنيا نهارده إن شاء الله أعمل معيكم أكلة شتوية جميلة وهي العدس يلا مع بعض العدس الأصفر نعرف في المكونات بتاعته وبيتعمل إزاي وسهل جدا وتعمليه في أي وقت وبالذات في الجو ستقع والشتوي ده أنا هنا معي عدس أصفر ومعي بصل أهم أطعم مكعبات وفلفل الفلفل أخضر ومعي ججر وبطاطس وطماطن تمام كده دي الحاجة اللي أحتاجها سهلة جدا وبسيطة ومفوش أي حاجة غسلتها كويس وأطعتها لمكعبات الخضوة اللي هو الججر والبطاطس وبرده أطعت بصلة تمام هنا معي حلة على النور أحطي فيها معلقتين من السمنة وهنزل فيهم بالبصل بعد بتاعي والفلفل بس كده أقلم بقى كويس آآ هياخدوا التحميلة بتاعتهم تمام وهبتدي كمان أضيف فاصلين طوم ويتحمروا كويس مع بعض بعدها بقى هضيف العدسة هكون طبعا شطفة شطفة كويسة وهضيفه أهو بالشكل ده وهقلب برضو كمان هضيف الخضار بتاعي بعد ما أقلب هضيف الطماطم والجزر والبطاطس او بالشكل ده وهضيف كمان المياه بتاعتي المياه بتاعتي انا اضفتها من الكاتل يعني مياه السخنة بتغطي بس هي ضباك الحية هقلب بها قلبت كده بعديها وبالشكل ده هغطيها وبعد يعني دقتين تلاتة هضيف بقى البهارات بتاعتي كانت فلفل أصمر وكمون وملح ومرأة وكوزبرة وبابريكا وتون بودر وبصل بودر تمام آآ فرقت المرأة وهضيف باقي البهارات سأقول لكم دي أحلى أكلة في الجو ده بس كده هديها تقليب بقى كده ياخد غلوة كده مع بعض هسيبه وهضيف بس الملح يعني شعرة ملح كمان لان انا ضيفة ملح هغطي بقى هنا معي توسع للنور منابل بقى حاجة تانية هاي هقول لكم عليها التقليل الجميلة بتاعته هدفت معلقة من السامنة تمام هحط بصلة صغيرة أو يبشراها هسيبها لغاية كده ايه يعني ما تاخد كده تحميرة معي تتحمير كده معي آآ وهضيف عليها بقى توم توم برضو هنا انا كنت بوريكم الحال اللي بقول لكم هحطه كده في الخلاط ان انا لازم اعملها في الخلاط آآ هنا بعد ما قليت البصل هضيفة توم تمام هقليه برضو وهنضيف مع بعض المكارونا اللي هي لسن العصفور او شعرية لو لو عندك على حسب يعني محبيتي انا هنا هخلط بقى في الخلاط الكمية ذي اللي معي انا عملتها على مرتين اهو نضيفت هنا بقى المكارونا هحمرها برضو كويس بقلب كده وهحمرها تمام نغاية ما هتاخد لون كده بس معي اهو بس طب اعمل لكم لايك وتنسوش اللايك والاشتراك في القناة تمام كده بس اهو بحمرها وهضيف عليها يعني اضيفها على العدسة بس تبعنا مخلطه في الخلاط اهو بس طول انها دغير ازده اهو بتحمر ازده اهو لتوصل للون ده خلاص كده انا خلطت العطس اه دفته بس على العيني التانية علشان تشوفوه معي ويرتبست الحل علشان كانت زغيرة اه اه دفت برضو لما حسيت ان هو تقيل شوية دفت ميا برضو بس ملكتل ماء سخنة اه بس كده وههقلب وهضيف بقى ايه التقلية بتاعتي انا اضيفت التقلية هاي هقلبها كويس وكده يبقى خلاص يعني العدسة خلص سهلة جدا وبسيط ومش بياخد وقت وحلوة اوي الشتاء من الاكلات الشتوية الجميلة اللي بتدفي في الشتاء اهو بس كده ايه اخد غلوة واحدة كمان معايا وبس كده انا زودتي هنا فلفل قصمر وبس وهقلب وخلاص طوع على كده تعالوا برضو مع بعض نعمل العيش بتاعه لو انت ما عندي كيش عش ناشف ممكن تعملي عيش في البيت اه بطريقة سهلة برضو انا هنا جبت العيش العربي بتاعنا العيدي تمام وقطعت واهو هقطعه معيك والمكعبات اهو بالشكل ده هقطع كده وبعدين هاده انصانية كويس وهحطه فيها هحطه في فرن البوتاجال يعني المدن من عشر دقايق لربع ساعة كده هنا جبت البيركس التاعي وهحط فيه هادهينه الاول وهحط فيه العيش تمامها دهنة خفيفة كده اهو بالشكل ده وكمان هادهين العيش كده من فوق اهو هشربه كويس من الزبدة اللي معايا وهحطه في فرن البوتاجال تمام بس كده وهول طبقة انا خلاص حطيته هرش الرشد بابريكا بس دي من الشطة دي بابريكا اه بس هحط بقى العيش حواليه تقدر يتقدميه بالشكل ده هيبقى حلو جدا وطعمه احلى واحلى ما تنسوش بقى للشراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يمسلكوا كل جيد بنزله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة